تعددت الأسباب والتجاوزات مستمرة هذا ما يؤكد عليه تقرير مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان العراق الذي يشير إلى استمرار الخروقات ضد الصحفيين وعدم تنفيذ القوانين المتعلقة بالحريات الصحفية وحق الحصول على المعلومات وسترز 173 انتهاكا ضد الصحفيين خلال العام الماضي في الإقليم أهم شيء في إقليم كردستان الذي نطالبه هو تفعيل قانون عمل الصحفي وقانون حق الحصول على المعلومات لأنها لحد الآن هو حبر على ورق لم ينفذ لا في المحاكم ولا في العمل اليومي للصحفيين الذي من المرفض أن تكون هناك حريات واسعة للصحفيين على الرغم من صدور مجموعة قوانين وتشريعات في برلمان الإقليم لتنظيم العمل الصحفي وإعطاء مساحة من الحرية لهم لمزاولة عملهم إلا أن الانتهاكات ما زالت مستمرة وسط استمرار الجدل بين الجهات التشريعية والرقابية وكل يلقي اللوم على الآخر انتقدت الحكومة وانتقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لأنه تطبيق هذه القانون منوط بهذه الهيئة فهذه الهيئة بعد لم يطبق هذه القانون نحن في الهيئة المستقلة أيضا سيصدر لنا تقريرا لساند 2015 وقد سجلت لدينا أكثر من خمسين حالة انتهاك لحقوق الصحفيين والصحافة والعمل الصحفي وكذلك أيضا حرية تعبير عن الرأي وعدم الالتزام بقانون الحصول على المعلومة المراسم التي جرت في أربيل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتحت شعار واقع حرية الصحافة اليوم ونظرتنا للمستقبل تم الإعلان فيها عن التقرير السنوي لمركز ميترو حضره دبلوماسيون أمريكيون الذين أكدوا على أهمية تعزيز حرية الرأي في تقدم المجتمعات نعتقد أن هناك علاقة قوية بين الدول المتقدمة اقتصاديا وحرية الرأي لأنها تشجع الحكومات على إبداء شفافي أكثر وبدون الحرية تفقد الحكومات ثقة الناس بها وسط هذا الجدل في ضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بحرية الصحافة يبقى الصحفي يدفع الثمن للأسف ما زالت هناك خروقات وبالأخص عند حدوث تظاهرة أو تجمع جماهير يصبح الصحفي هدفا للاعتداءات يحتفل العالم في الثالث من آيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة حيث يستقدم هذا اليوم كمناسبة للتعريف بانتهاكات حق الحرية في التعبير عبد الحميز زيباري الحرة أربيل